السلام عليكم اهليم فيكم في فيديو جديد اليوم رح نستعرض معكم الايفون SE العشرين عشرين طبعا الكل يعرف ان الايفون SE عشرين عشرين نزل بشكل الايفون 8 او الايفون 6 او الايفون 6 اس فهذه الاجهزة اللي يقابلها الايفون اس اس اي احين فاي شخص عند ايفون 6 6 اس او 8 هذا الوقت المناسب حين انك تغير خصة اشخاص اللي الان ماسكين الاجهزة الغديمة ان يحبون الشكل فا الاشخاص الموجه اللي هم لايفون اس اي هذا هم الفئة دي اللي عندهم 6 6 اس 7 8 موش لجهزة اللي عندهم 11 11 برو 10 ار 10 اس لأ وبرضو حلو اذا كان تبيت جهاز ذك ثانوي معاك مثلا اذا كان عندك 11 او 10 اس او 10 ار وتبيت جهاز ثاني معاك الطوارئ او جهاز لحق عمل مثلا او جهاز لحق بيزنس عندك فحلو يكون لك الجهاز هذا وبرضو اذا كان مثلا انت تستخدم لاندوغي طول حياتك وتبيت جرب الاي او السحين فالجهاز هذا حلو لك تبيت تجربة تبيت تجربة النظام ما تبيت تجربة الميزات القوية فيه لكن كنظام تبيت تجربة فالجهاز حلو معاك وراح تجربة لك اربع سنوات وخمس ومانات قدام يجلس معاك الدعم فيه فبداية نتكلم لكم عن المحتويات العلب العلبة ما يجي فيها اي شي شي طبيعي شاحن بس والسلك والسماعة والجهاز طبعا فلو نتكلم عن الأشياء الداخلية والشي اللي ميز دايفون SE كبداية معالج معالج الـ A13 هذا الشي القوي في الجهاز A13 يعني إعادة للآيفون 11 11 Pro 11 Pro Max طيب ولو نتكلم لكم عن الرام مع أن الأشخاص اللي راح يشترون هذا الجهاز ما راح يفتكرون للرام كثير لأن الجهاز راح يكون أصلا ممتاز وكاستخدام لو تذكرون الأشخاص اللي عندهم الايفون 6 الآن يبينتكلمون الايفون SE هذا الموجود الايفون 6 عن الرام فيه 1 جيجا وهذا 3 جيجا فضعفين ولو عندك ايفون 6 اس فالرام اللي موجود فيه 2 جيجا وهذا 3 جيجا برضو والايفون 8 برضو 2 جيجا فيعتبر هذا نقدر نحطه مع الايفون 10R بمعنى الايفون 10R 3 جيجا لكن سرعة الجهاز هذا عندي الايفون 10R أنا استخدمتها سرعة الجهاز هذا وفتح البرامج أفضل من الـ 10R بسبب شي بسيط وأن الجهاز خلصا على النظام الايوز النظام الايوز يتكي كثير على المعالج أكثر من الرام وبرضو الـ Resolution الـ Resolution الشاشة هي لتأخذ رام أكثر وإذا كان كاميرتين ثلاث كاميرات تأخذ برضو يعني استخدامك للرام والأشياء لإستهلاك لكن النظام الايوز مش نفس الاندرويد الاندرويد متكي كثير على الرام هذا اللي يخليه يوصل الـ 8-12 فأداء الجهاز رح يكون ممتاز وأفضل من الايفون 10R بسبب الايفون 10R عليه الـ A12 وهذا الـ A13 فراح يكون أداء وفتح برامج يكون أفضل وانتكلم عن الشاشة صح 720 والـ 10R أكثر من 720 بشوي لكن أشخاص اللي رح تشترون هذا الجهاز أو الموجه لهم هذا الجهاز انتقروا دقعة تستخدم الايفون 6 و 6S والـ 8 فالشاشة نفس الشاشة وما رح تحس بشي يعني كشاشة 4.7 انش على 720 حلوة ودامك انتشار الجهاز أصلاً حق استخدام ما تهتم لحق وضوح أعلى ولا أشياء هذي جهازك شغال وكل شيء ممتاز فكويس الشاشة اللي عليه ولو نتكلم عن المايك المايك ممتاز حسيت فيه فرق شوي عن وعن الايفون 8 لأن هذي سجلت برضو في السيري وفيه لقطات أفضل في 3D والأشياء هذي فحقصهم في التصوير الفيديو برضو أفضل وتسجيل الصوت برضو أفضل والسبيكر برضو أفضل يعني قريب لحق الايفون 8 لكن شوي فيه امبروف أو تحسين خفيف عنه فإذا كان عندك الايفون 8 برضو الايفون 8 أفضل من الايفون 7 في السبيكر والسكس والسكس اس فراح يكون أفضل منهم بكتير والذاكرة اللي تيجي مع الجهاز يجي 64 و 128 و 256 الجهاز يبدأ من 400 دولار وانطالع طبعا لما تشبون في شاشة الأسعار ولو متكلم عن الكاميرا 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 الرئيسية اللي موجودة الخلفية هي نفس كاميرا الايفون 10R قبل ما تكلمت والأشخاص يقول لك الان نفس كاميرا الايفون 10R فشيء حلو يعني بتغرب كاميرا التين ار مع المعالج الجديد فراح يكون حلو فمعالجة الصور ما راح يكون نفس التين ار بالضبط راح يكون أفضل من التين ار بعض الأشخاص يغيرونهم مع الايفون 11 و 11 برو يعني فيه شوي رجوع لكن تعاد الايفون 11 و 11 برو ماكس لكن ما فيه تصوير ليلي الكاميرا الخلفية تقدر تصور فيها فوركية 60 فريم أو فوركية 30 فريم والعزل ما تقدر تسوي عزل على مجسم أو حيوانات كرونكم الله لازم تسوي عزل على إنسان تقدر تسوي فيها عزل والبرتري برضو موجودة في الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية للأسف بس 7 ميجابيكسل فهي يعتبر حلوة خصوصا الأشخاص الذين يشترون هذا الجهاز لا يبون الكاميرا لا يبون الأشياء يعني يبون جهاز يعطيهم أربع سنوات إلى خمس سنوات قدام جهاز رخيص فهذه الفئة ممتازة جهاز تشتري بربعمية دولار مثلا أو بربعمية وخمسين دولار ويجلس معك أربع إلى خمس سنوات فما في شركة الآن سوتها شركة كبيرة مثل سامسونج كل الشركات الكبار يجيبون لك جهاز بفئة رخيصة لكن الشكل حلو أداء الجهاز من داخل مش كويس معالج غديم سن راحة أو معالج بعض الشركات معالج ساعة مثلا فأبل أتمنى الشركات الثانية توجه وكل يغلدون أبل أتمنى يغلدون أبل ومدى حركة جهاز جهاز قديم عادي لكن معالج قوي معالج يعطيك قدام يعني دعم سنة ما توقع أنه سيكون دعم ثلاث سنوات مهم نرجع للآيفون بتسجيل الفيديو في حلو أنه يسجم سمارت اتش دي فأفضل من الآيفون 8 هنا مش بس اتش دي لا سمارت اتش دي اللي موجودة في الـ 11 Pro 11 Pro Max الكاميرا الأمامية لو بنتكلم عنها ما تصور إلا فل اتش دي 30 فريم قلنا لكم أنها سبعة ميجابيكسل وفيه الكويك تيك موجودة في الـ 11 Pro بدل ما نشوف أنك فاتح على الصور تقدر تسوي hold على زر التقاط وتسحب على يمين تقدر تصور فيديو على طول و برضو يجينا بميزة تسجيل السيريو للصوت فإذا كنت تسجل صوت فيديو راح تحسب تسجيلي في السيريو خلصا إذا تسمع الفيديو مرة ثانية تحس أن الصوت يتحرك معك إذا كان الشخص اللي تسجل يمين يصار هو يتحرك تشوف الصوت معك يتحرك محيطي تراتون موجود فيه من نفس الآيفون 8 موجود إذا كان عندك 6, 6S و 7 ما فيها الـ wireless charging لكن هنا يجي لك دعم ميزة الـ wireless charging و برضو في Wi-Fi 6 هذا الشيء الحلو Wi-Fi 6 في جهاز بـ 400$ ما بموجود في الآيفون 10R ما بموجود في الآيفون 10S فـ 400$ تقدر تشتري بدل الميزة والـ Wi-Fi 6 إلى الآن مش مدعوم كثير أو أشخاص كثار معدهم الـ Wi-Fi في البيت يدعم الـ Wi-Fi 6 لكن في المستقبل إذا شرت الجهاز مع دعم قدام 4 سنوات إن شاء الله تشتري Wi-Fi 6 وتشوف الميزة لحق الدعم هذا و برضو يدعم الواقع المعزز الـ AR الكل يعرف أن أبل متوجهة كثير على الـ AR نزلت العدسة في الـ iPad Pro الجديد فهنا بالكامير الرئيسي الخلفي يدعم الـ AR شيء حلو برضو مشاركة الصوتيات برضو يدعم أنك تقدر تفكر مثلا AirPods 2 في نفس الوقت في نفس الجهاز و برضو يدعم الـ E-SIM في حركة حلوة و مقاومة المام الغبار في الـ IP67 حلو في عمق متر واحد لغاية 30 دقيقة شيء حلو و عندما نرى الجهاز يأتي مع الـ Touch ID بعض الأشخاص الى الآن المسكين لـ iPhone 6 و 6S و 7 من الأجهزة الغديمة والـ 8 يحبين الـ Touch ID خاصة الأمهات مثلا مثلا هذه المنقبات فما راح يشتغل معهم الـ Face ID بسبب كورونا برضو حين أن أكثر الأشخاص لابسين ماسك فـ Touch ID حلو لهم عندما نتكلم عن الـ Fast Charging فالجهاز يدعم الـ Fast Charging لكن ما يأتي في العلبة يجب تشتري خارجي يدعم الـ 18W نفس الـ iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max لا يوجد فرق إلا من الخلف لو تفر الجهاز كلمة الـ iPhone موجودة في الـ iPhone 8 لكن هنا مش موجودة مش مكتوبة تحت و برضو علامة أبل موجودة في النص نفس نفس الـ iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max علامة أبل الخلفية تكون في الوسط هذا الشيء ما بميزة لكن علشان لو صرت بتعرف الجهاز من الخلف هذا الشيء اللي يعلمونك أن الجهاز و برضو من الأمام الـ iPhone 8 كان من الأمام من الأمام إذا شريت جهاز اللون الأبيض مثل ما موجود عندنا في الـ iPhone 8 كان الشاشة من الأمام لونها أبيض لكن الآن كل النسخ اللي تأتي في الـ iPhone SE اللون الأحمر واللون الأبيض واللون الأسود هذا الثلاث النسخ اللي تأتي في الـ iPhone SE كلهم الشاشة الأمامية باللون الأسود شيء حلو بالنسبة لي لأن اللون الأبيض يعطيك حواف في الجهاز يعني يحدد لك الشاشة الأكل مع اللون الأسود تحس الشاشة أكبر شيء نفسي بس جمالا برضو بالنسبة لي أفضل لون الأسود فأكل واحد واختيارها برضو مما أن الـ iPhone 8 بالضبط نفس الـ SE اللي موجود عندنا في الكيس أو الغلفة إذا كان عندك جهاز iPhone 8 تستطيع تركبه على الـ iPhone SE لما تكلم عن البطارية البطارية تأتي بـ 1821 ميلي آمب طبعاً كأرقام صغيرة لكن مع معالج الـ A13 سيعطيك أداء ممتاز بالراحة يعطيك 7-8 ساعات بعض الأشخاص يقول لك تجلس معي يوم كامل وبعضهم يقول لك يوم ونص نسبة تناسبة هي سجدنا البطارية صغيرة لكن الجهاز برضو صغير والشاشة 720 فش ما رح تحس بفرق وما يحتاج أن يكلمكم عن الشاشة لأن الأشخاص الذين لديهم iPhone 6 و 6S و 7 و 8 الفئة اللي موجهة لها iPhone SE يعرفون الشاشة ويعرفون كل شيء تسجيل من الكاميرا 100 لـ iPhone SE الكاميرا ممتازة لتصورة Full HD شيء حلو يعني مثل ما نشوف دينامي كرينج كيف أو HDR دينامي كرينج اللي قالت عنابل وكيف الصوت عندي معاكم يعني حين هذا الـ Smart يقولون لك وميكات وكيف إذا أحرك كذا مثلا الصوت يطلع من جهة الإسار لو أحرك الجهة الثانية يطلع لك الصوت من الجهة الينين فكيف أقوي يعني تجيك الصوت لو أني أتحرك بأجيبه من هنا أو بأجيبه من هنا كيف الصوت يلعب معك أو ما يلعب حسب الجهاز حقك مرضو فهذه الكاميرا 100 وتصوير الفيديو فيها كيف بالنسب لي ممتازة يعني في الجهاز بحر القيمة أصلاً مش ممتازة أكثر ومممتازة يعني لو بتغررنا هالقيمة بالميزة أفضل من أيفون 12 يعني أيفون 12 يبدأ لك من ألف وشوي هذا من 400 في هذا الميزة يحسنا هذا فئة صيني من أبل يعني على الرخص ده يعني والله حلو أنا كلا يعني أنا طلع في الشاشة الحين ما توقعت أنه بيكون كذا يعني ب400 دولار وكذا وبس هذا كل الفيديو طبعاً إحنا كنا نصور لكم من الايفون اس اي برضو الكاميرا الخارفية على 4K 60 فريم كيف كم؟ حلو الجو عبرنا حين فتعرفون الحق الـ HDR وكيف العزل وكيف الرضاة تصير من الخلف والأمام هل سمارتي تدار اللي يقولون عنها والموجودة في الايفون SE فأنت تغرنون هالحلو الـ HDR ولا لا وبرضو التسوير الخارجي التسوير الثنعي اللي صورت فيه كله من الايفون A11 وبرو ماكس فالفيديو كله حين بجوالات اغل الايفون A11 وبرو ماكس والايفون SE فتشوفون انتو تغرنون واسف على صوت الهوال لخارج برا ماكدر سوى شيئا انا بيوريكم هل سمع صوت المايك كفاية الصوت المايك كويس عندكم ولا لا تسوير الكاميرا خلفية خلصت من كاميرا ممي بسوين كل شيء فأنتو تغرنون وبرضو الفيديو هذا كله اخراج كامل ببرنامج لومة فيوجين اللي موجود على الايباد وموجود على الايفون على الاي او اس كامل فأنتو تغرنون شوون كيف يعني الفيديو هذا اخراج من البداية من الصفر الى 100% بجلسة ابر بالاي او اس وقبل ما نحن الفيديو احيل بنتقل الان الايفون اس اي بكمل اسبوع سبعين ثلاثة ااربع بشوف معاكم كيف الى متى راح اقدر استخدم بك هنسل من الايفون يلا بنوبرو ماكس وبنتقل معاكم على الايفون اس اي التسفير راح يكون كامل في سناب شات فأتمنى تضيفوني على حسابي سناب شات راح ابدأ اصور سنابات بالايفون اس اي بجلس معاكم بجلس معاكم كل شي يعني باقلكم الى متى بتم استخدم اذا تقلت الايفون 11 برو ماكس راح اقول لكم اني خلاص رجعت الحق فالقصة حين جاية من الان راح اوقف على الان الايفون 11 برو ماكس وانتقلكم 100% كامل على الايفون اس اي طيب خلصت الفيديو لكن طلع بره هوا صدقوي فالصوت احسناه بعادل لانه صوت ازعاج بره وقلت لكم انتم سمعوا صوت المايك هل صوت المايك كويس او المكويس قلت لحط لكم مقطع ثاني داخل في البيت مع صوت المايك ومتتقرون كيفكم فالتغرير راح يكون افضل حين جالس في الشقة ما في شي ما في اي ازعاج شوف صوت المايك عندكم نهاية الفيديو تنسون الاشتراك بالغناء نشر المقطع اعمال لايك المقطع تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني بفضل دعاكم ورمضان كريم السلام عليكم اشتركوا في القناة